اوكي الحين برسم حواجبي اول خطوة تسوينها برسم الحواجب تمشطينهم تمشطينهم ترتبينهم بهالطريقة تردين الشعر شدي كأنه شعني خلاص بتشوفين وينلي ناقص اهني فراغات اهني اهني تمشين بعدين علي طريقتي انا امشي بلاين ابدا بنات ما تضغطين القلم لما تضغطين حيلة الحاجب بغض النظر عن البراند راح يطيح شعر حاجبك لا تضغطين ايدك خفي فراح يمشي شوفو يمشي 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 شوفو شان تحدد الحاجب منتحد تمام اوكي الخطوة فاضح ادري انا لاحين ما خلصت ابلش هم من فوق ارسم اوكي الحين اعبي الفراغات ايدي خفيفة امشي شدي اشخط شوي شوي بالقلم شوفو شون الشكل صار تمام بعدها امشي لازم امشي على كل خط انا سويتها ادمجها لان في بنات يرسمون اوبر تلون تلون داخل معين مشيط لأ شفتوا الخطوط البسيطة انا اللي سويتها هذه لمن امشيط القلم راح يندمج اللون راح يتوزع اكثر راح يمشي بالمنطقة فانا ما احتاج اكثر عشان يصير غانية اقول لكم تاخذون كونسيلر مسحة يا دوب مسحة لا تذكر الفرشة ضعيفة تكون دقيقة حيل تمشين شدي ها بس اذا بالضبطين يكون نفس اللونش بالضبط عشان ما يبين فاتح شدي من فوق وداء مدار الحاجب تمام بس الحين بتشذي انا رسمت حواجبي خلصت احين انا ابي اثبت انا اتعمد بنات ان انا قبل لا اثبت اخذ وقت برسم حواجبي عشان اللي انا احطت على ويهي سواء فونديشن كونسيلر كونتور كريمي بلاشر كريمي ابي يثبت ياخذ راح تعلويهي ما يصير انا احط الشاي كل رطب وبسرعة اي احط البودرة راح يتكتل راح يتكسر معاي تمام فشدي خذرحت على ما انا اثبت الحين على ما رسمت حواجبي احن شنو اسوي الخطوط هذي اللي تكونت لازم اي ادمجها دم شدي بسيط بمكانها نفس الشي تحت العين تمام نفس الشي اذا عندك هني بخفزة الخشم شوفو اهني شدي شوية اذا عندك هني صوب خطوط الامتسامة لازم تدمجي الخطوط قبل لا تحطين البودرة ما تحطين البودرة ودوين خطط معاي اذا حطيت البودرة والخطوط هذي موجودة شديد انتي ثبتتها خلاص ما راح تروح خربت الاساس على طول الحين امد الجلد كأني قاعد احط مسكرة بها الطريقة اوكي عشان امد الجلد اللي تحت العين واثبت عدل اول شي ابلش فيه تثبيت العين عشان ما ترجع تخطط مرة ثانية مو انا توني دامجة لخطوط على طول اثبت اتاكد اوكي اندمجة البودرة كلها اوكي اول شي راح اسوي راح اخذ فرشحي دقيقه نعم صغيرة شديد فلات راح اي من نهاية العين لاحظة ان انا بسقر اطبطب شوفوا لان اللون ما شاء الله قوي فراح يطلع حتى ما لا داعي اسحب اطبطب شديد اوكي على المستوى وانا فتحك اني برسم اي لاينر وانا فتح عيني ما اغمض وارسم ابدا غلط غلط قبل ما تسوى الحركة وانا فتحك عيني ارجع وبها الطريقة بعد ان اغمض و اكمل وين لاين عيني هذه الشفسة امشي معها هذا اللاين لما اغمض اللي بيين عندي امشي معها بها الطريقة اكمل معاكم نفس اللون ونفس الفرشة انا اول شي اخذيت الشكل اللي ابي حق العين اي اعبي من اهني وادخل بها الطريقة المستوى يكون لي اللي اهيت شفسة العين هذي هذا اللاين ما للعين فكل واحدة تشوف وين اللاين هذا وتمشي علي ما اعدي حق هذا النوع من الرسمات ما اعدي بها الطريقة ولاحظوا هني شوية من تحت زاودة العين بس بها الطريقة امدددددددددددددددش شوي لبرا الحين راح ااخذ لون مبني فاتح يعتبر انتقالي راح اي بطرف الفرشة من هذه المنطقة وادمج لبرا لاحظوا بنات أنا الفرشة ممسوية هات شدي ممسوية هات شدي أبي أخذ القصة بهذه الطريقة تمام أزيد من اللون بهذه المنطقة وأطلع على برة أدمج أوكي وبهذه الطريقة تجعلها خفيفة دائما نقول بالدمج تمام تلاحظون التركيز هنا ودمجة بالخفيف على برة نحن راح أخذ لون بني محمر بفرشة بنسل برش راح ينفس هذه المنطقة لك راح أركز بس هنا لاحظة وين أنا أفتح عيني هذه المنطقة تشدي شو شو راح أخذ لنوصل اللون والدرجة اللي أنا أبيها تمام نعم نقول لكم إذا الألوان قوية لا تأخذوا مرة واحدة شوي شوي بها الطريقة ملاحظين بنات صار التركيز هنا تمام نحن راح أخذ نفس الفرشة اللي لونت فيها هنا هالي المنطقة ورسمت فيها راح أخذ فيها لون أسود تمام كان بإمكاني أرسم من البداية أسود لكن أنا أبي الدمج أبي الدمج ما بين اللونين هذول تقدرين تسوينا فقط بني فقط أسود لكن أنا أبي أدمج ما بينهم بالضبط على المنطقة هذه شوفوا الأسود الشيون فاحم وأنا قد أخذ منها شوي شوي بها الطريقة بالضبط على المنطقة نفسها تمام نفس الفرشة اللي حطيت فيها اللون الفاتح هذا اللي هني أول شي قبل اللحظ هذا الغامج راح أخذها بدون ولا شي بس بالبقايا اللي فيها وراح أمشي فيها تشريع على الأسود هني لي داخل أي لي داخل تمام شوفوا الدمج اللي كان يصير نحن أخذت لون شمر مع فكس تمام راح أحط بعض المنطقة من المدمع من فوق المدمع تذي لي داخل بعدين لاحظونا أنا ما كملت لي داخل بس بسرع الصباح هذه أدمج شوفوا يعني أنا أبي أنا أبي التركيز هنا بهالطريقة ملاحظين التركيز أبي هنا راح أخذ الحين كحل أكحل في العين من فوق شوفوا شان سوا دفع حم تمام ومن داخل شوفوا السمات راح أنزل شوية على جذور لرموش وعلى طول قبل لا ينشف لأن ثابت بنات وتربروف فأدمج أوصل مع الأسود هذا اللي هنا تحت العين ما أبي وائد عليه شوفوا يعني شذي خفيف ما أبي وائد الحين راح أرسم مدمع بالفرشة دائما أقول لكم شذي أخذ بهالطريقة فرشة تكون حيل دقيقة وضعيفة لحظة حيل حيل فممتاز حق المدمع راح أخذ شذي من الكحل وأي أرسم مدمع أخلي نفس مستوى السحبة اللي هنا ما يكون غير نفس مستوى نفس مستوى نفس مستوى نفس مستوى هو الكحل ما راح يتحرك لكن عشان أكون بالسيف سهل دخلت خلو ينزل بس أثبته بالأيشادو الأسود عشان يثبت معايد منطقة المدمع ويتحرك نفس اللون اللي أنا حطيت بهذه المنطقة راح أحط هني تحت المدمع همع فكس لأن اللون حلو بس أنا أبي أقوى بهذه الطريقة الحين راح أحط المسكرة أركز على الجذور بس لأني بركب رموش لكن إذا أنت ما تبين تركبين الرموش أول نضف البودرة هذه لأن إذا حطيت المسكرة بعد نضف البودرة فوق رموش راح يكون كأن في غبار بها طريقة بس يدوب وطبعا أركز على الرموش اللي تحت المسكرة هذه تنم تفرق الرموش عدل وتعضي كثافة بها الطريقة الصمغ يكون قرب ينشف أي أحط تشدي ومن النهاية أرفع ما خلي نازل مع رموش الطبيعية بس بها الطريقة هذا الأبيض اللي انتم قاعد تشوفون هذا الصمغ بس ينشف راح يختفي لأن شفاف يعطيني سحبة عشان تكون مع سحبة عيني الحين أحط مسكرة الحاجب الشفاف أحط أول شي من المادة على الحاجب به الطريقة على عرض الحاجب بعد أمشط به الطريقة لفوق أتأكد أني مش شط يعني الحاجب من الجذور عشان يثبت ما يتحرك أبدا بعدها به الطريقة أنزل الشعر شو شو حسب كل وحدة يعني شنو حابة أنا ما أحب ويت شدي لفوق مطشر صراحة بس أحب التمشيط اللي يعطيني إياها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا